موسيقى الرئيس السيسي واجه بالتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها مدبول يؤكد دعم الحكومة لقطاع السياحة في مواجهة الأحداث العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأوكرانيا تقول إن الجيش الروسي يحاول تطويق قواتها شرق البلاد وتحذر من محاولات لتقسيم البلاد الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الربيع بتوقيت جرينتش نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيعة وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعطم جاء ذلك خلال اقتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزري المالية والتجارة والصناعة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متبعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية وشهد الاجتماع عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حرقة التجارة الخارجية للسلع الأساسية وذلك في ظل التباعيات الاقتصادية العالمية مع التأكيد على التأثير الإدابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحدي من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة انشطة قطاع البترول على المستوى بكافة انحاء الجمهورية خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي هذا وقد عرض وزير البترول مستجدات انشطة الاستكشاف والانتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية فضلا عن تطوير التعاون الاقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول الى مركز اقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي كما استعرض ايضا تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية والتي تهدف الى تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية والمساهمة ايضا في جهود الدولة لزيارة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت خلال الفترة الماضية الاجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لازمة جائحة كورونا على هذا القطاع وخلال اجتماع لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة الى مصر اكد مدبولي مواصلة العمل على تقديم الدعم المطلوب واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالازمة الروسية الاوكرانية تلاول اجتماع ايضا عددا من المقترحات التي من شأنها ان تسهم في جذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الاسواق السياحية البديلة شهد القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربية الفريق اول محمد زكي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوية وقد نقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا على حرص قيادة العام لقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الاجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية للصون الوطن وحماية مقدساته شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي والتي تأتي في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الانشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي التي اشار خلالها الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة اوجه الدعم لتشجيع الابتكارات العلمية مما يسهم في مواكبة التطاور العلمي المتلاحق عقبها عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تحتويه من منشآت ادارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في اعداد طالب دفاع جوي يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام التي يكلف بها كما استعرض مدير كلية الدفاع الجوي ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي وبما يسهم في توفير المناخ الملائم لضغط اجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي متسلحين بالعلم والمعرفة تلى ذلك عرض نتيجة مصابقة الابتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم افضل نماذج للابتكارات العلمية وفقا للمعايير والاسس التي نظمت بها المسابقة كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الابتكارات العلمية مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي عرضت والتي تعظم من اوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات وفي سياق متاصل التقى الفريق اول محمد زكي بطلبة واعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية وذلك في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العمليات التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بما يهدف الى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة مشيرا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبول الدعم لبناء الاجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصون الوطن وحماية مقدساته مؤكدا على ان الشباب هم امل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من ارادة قوية وعزيمة واسرار على تحدي الصعاب وادار القائد العام حوارا مع الطلبة واعضاء هيئة التدريس استمع فيه الى ارائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي محليا واقليميا ودوليا واشاد بما لمسه من الفهم الواعي والادراك الصحيح لكل ما يدور من احداث ومتغيرات وتأثيرها على الامن القومي المصري كما طلبهم بمداومة الاطلاع على العلم والاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقا لمتطلبات المرحلة وتستمر جهود الكوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارع ومرودي تلك الصموم بالمناطق الجبلية بدنوب سيناء في هذا الاطار قامت عناصر حرص الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة المكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة استمراراً لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارع ومرودي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء قامت عناصر حرص الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة حيث نجحت الحملة من اكتشاف وتدمير 555 فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبنجو والهايدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية وقد أصفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط 54 طن من نبات البنجو الجاف و280 كيلو جراماً من بذور البنجو و245 كيلو جراماً من بذور الخشخاش و114 طن من بذور البنجو و17 طن من الهايدرو الجاف و400 كيلو جرام من بذور الحشيش و481 فرشاً للحشيش و306 كيلو جرامات من الحشيش المفروم و50 كيلو جراماً من بذور الهايدرو المخدر و10 مصانع للحشيش بمجتملاته ومكبسين للحشيش و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة كما تم العثور على رشاش كلاشينكوف وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة هذا وتواصل قوات وحرص الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الساعة السادسة وعودة إلى أخبارنا في إطال استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النرية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وأيضاً مواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 349 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنتاق 15 مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرخة، سلاح، مخدرات، قتلى وضبط معهم 199 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنتاق محافظات ضمياط وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنتاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 45 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 614 قطع السلاح ناري أبرزها 69 بندقية 59 بندقية ألية 33 مسدساً 452 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة 85 خزينة إضافة ل 924 قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 366 391 حكماً قضائياً بإجمالية 28 353 متهماً من بينهم 1413 حكم جنايا ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة حكم حبسة ومائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون حكم غرمة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال إسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضبوا واحداً وأربعين متهماً قاموا بارتكاب 57 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض واحد وستين حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية 91 متهماً كما تم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط 1351 قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 175 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 29.036 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 84 كيلو جرام إضافة إلى أكثر من 11 كيلو جرام من مخدر استروكس وعدد 17.444 قرص مؤثر و80.237 قرص ترامدو المخدر كما تم إبادة 90 فدان منزرعة بنبات الخشخاش هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 152 مليون جنيها وضبط سبعة مراكز لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضية غسل أموال خدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 10 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبطات تقدر بنحو 135 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 8 أطنان سلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 72 طن وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 53 طن أسمنت أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ أمان التباعة لوزارة الداخلية وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى التواصل مع وزارة الداخلية والتي أكدت أن منافذ أمان التباعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة قال البطريارك المارغونية بشار الرعي أن مصر حظيت بحوكما رشيدة لتخرج من أزمة لا تقل حدة عن أزمة لبنان وذلك على يد رئيس مستنير وحكيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال عيضاته الأسبوعية وجه الرعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللقاء المثمر خلال الأسبوع الماضي وعلى حبه للبنان والشعب اللبناني مشددا على أن الرئيس السيسي انتشل مصر وأجر الإصلاحات الضرورية ووحد قرار الدولة ومرجعيتها فاستحق استحسان المجتمعين العربي والدولي والمؤسسات النقدية الدولية التي ساعدت مصر على استعادة استقرارها ودورها الريدي في العالم العربي وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن زيارة شكري تأتي بناء على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي أعلنت وزارتاء الهجرة والتعليم العالي أن 102 طالباً ممن تقدموا بأوراقهم لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص طبقاً لقانون الجماعات المصرية وأضافت الوزارتان أن هؤلاء الطلاب لن يتمكنوا من أداء الامتحانات المخصصة للطلب المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم بمصر كما أشارتا إلى إبلاغ الطالب بطبيعة موقفهم النهائية وكانت وزارة الدولة للهجرة قد أعلنت عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من الرابع عشر وحتى الرابع والعشرين من مارس الجاري لأداء اختباراتهم ولفت بيان الوزارة إلى أن إجمالية من تقدموا لوزارتي الهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجماعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالبا وطالبة حضر الرئيس الفرنسي ماكرون من تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا غدا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي وصف فيها ناظره الروسي بلاديمير بوتين بأنه جزر وأضاف ماكرون أنه لن يستخدم هذا النوع من الكلام لأنه لا يزال على تواصل مع بوتين داعيا إلى وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا دون الدخول في حرب جديدة ولفت ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين يوم الاثنين أو الثلاثة لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبل الأوكرانية المحاصرة من القوات الروسية قال وزير الخارجي الفرنسي جون إيب لودريان إنه سوف يكون هناك دم جماعي في حال عدم تقديم أي شيء لمساعدة المدنيين في مدينة ماريوبل الأوكرانية التي تحاصرها قوات روسية وشدد لودريان على ضرورة مواصلة الحديث مع الروس والسيما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى يدرك في وقت ما أن الثمن الذي سيدفعه مقابل تدخله في أوكرانيا مرتفع جدا حتى تفضيله التفاوض كما لفت وزير الخارجية الفرنسي في الوقت ذاته إلى أن الحوار يجب أن يكون حازما وخاليا من السذاقة قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر وخلال مؤتمر المشترك مع نظيره الإسرائيلي أكد بلينكين أن تصريحات الرئيس جو بايدن أوضحت أنه لا يمكن السماح للرئيس الروسي بلاديمير بوتين بشن عضوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر قال أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا تشن هجمات صغيرة مضادة في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الروسي تطويق قوتها في شرق البلاد جاءت ذلك فيما أوضح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة خاضعة لسيطرتها وأضاف أن موسكو تحاول خلق وضع يشبه وضع الكوريتين الشمالية والجنوبية في أوكرانيا مشيرا إلى أن أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا قالت أوكرانيا إن إجراء روسيا لأي استفتاء في الأراضي الأوكرانية سوف يفتقر لأي أساس قانوني وسوف يواجه ردا قويا من المجتمع الدولي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن جميع عمليات الاستفتاء الوهمية في أراضيها باطلة ولاغية ولن تكون لها أي شرعية قانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تواصل حصار سلافوتيتش شمالا ولا تقف عن محاولة السيطرة على تشيز نهيد وأضافت الهيئة أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على عدة مناطق في سومي وإيزيوم مشيرة إلى أن قوات الروسية تحاول الاستلاء على بوباسانيا وماريوبول كما حاولت اقتحام أيضا مدينة كرانسو هوريفكا وكبدتهم خسائر فدحة وصل الألاف من سكان مدينة خاركيف الأوكرانية الاحتماء في محطات قطرات الأنفاق في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث عدد السكان فيما تواصل روسيا هجومها الجوية على المدينة ولزال الكثير من سكان خاركيف متواجدين بالمدينة على الرغم من فرار نصف سكانها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا هذا وقد قال موظفون في مترو خاركيف أن هناك ما يقرب من 700 شخص قد لجوا إلى محطة المدينة مضيفين أن هذه الأعداد منخفضة مقارنة بحوالي ألفين شخص لجوا للمحطة في الأيام الأولى للهجوم الروسي أعلنت شركة الاستشارات الزراعية الأوكرانية بكينفورم تصدير أول شحنات من الزرى الأوكرانية لأوروبا بالقطار مع استمرار إغلاق موانئ البلاد بسبب العمليات الروسية وقالت الشركة الأوكرانية أن الدفعات الأولى تشمل ألاف الأطنان من الزرى تم تصديرها بالفعل عبر الحدود الغربية البرية لأوكرانيا وأضافت أن هناك مشكلات لوجستية مشيرة إلى أن المعروض مازال أكبر من الطلب مشاهدين الكرام السالسة مستمرة معكم وتتابعون فيها جوتيريش يدعو لتسوية تفاوضية لإنهاء الحرب في اليمن قالت مستشرة الأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليمز أن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة ولا يبدون رغبة في إحياء الصراع من جديد بالرغم من التصعيد السياسي الأخير وأوضحت المستشرة الأممية أن غالبية الليبيين يريدون حقا إنهاء أحد عشر عاما من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى سناديك الاقتراء دعا الأمين العام للأم المتحدة أنطانيا جوتيريش بشكل عاجل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء النزاع في اليمن كما حث أيضا جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة وذلك للحد من العنف وأكان جوتيريش قد أدان وبشدة لهجمات على مشاءات مدنية ومشاءات للطاقة في السعودية بما في ذلك منشأة نفطية في جدة أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي التزامه بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وشدد الأمين العام للمجلس نائف الحجرف خلال لقائه وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك على حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومسنداتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد بما يحقق الأمن والاستقرار أعلن التحالف العربي بعد تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل قوات الحوثي في العاصمة صنعاء وقال التحالف إنه بدأ تنفيذ هذه الضربات الجوية كما أعلن في بيان ثاني أنه دمر مخزن أسلحة نوعية لقوات الحوثي بمحيط ميناء الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن قررت الحكومة الأردنية رفع معظم القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد 19 بعد نحو عامين من فرضها وجاء رفع القيود في أعقاب ترادع الإصابات بكوفيد 19 في البلاد وأرجع رئيس الوزراء بشر الخصوني هذا الإجراء إلى تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية هذا وقد قررت الحكومة السماحة بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية وبدون التقييد بمسافات التباعد مع الالتزام بارتداء الكمامة أعلنت حكومة شانجهاي فرض تدبير إغلاق على مرحلتين في المدينة للحد من تفاشي فيروس كورونا وذلك في وقت تسجل فيه الصين أعداد إصابات تعد هي الأعلى منذ بدايات الوباء وذكرت الحكومة أن أكبر مدينة صينية ستغلق نصفها الشرقية لإجراء بحوصات على مدى خمسة أيام اعتبارا من غد الاثنين سيعقبه إغلاق مماثل في غربها اعتبارا من الأول من إبريل وتحولت المدينة التي يقتنها خمسة وعشرون مليون نسمة في الأيام الأخيرة إلى أكبر بؤرة لتفاشي الوباء في البلاد والذي بدأ تفاشيه يتسارع منذ مطلع مارس نعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس نواب رجاء عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي انتقل إلى رحاب ربه وهو يؤدي واجبه في محراب العدل وأكد رئيس مجلس نواب أن الراحل كان أحد القامات القانونية ويعد رمزا شامخا للقضاء وترك أيضا إرثا قانونيا وأدبيا تتورثه الأجيال جيلا بعد جيل مشيرا إلى أن مصر فقدت برحيله أحد رجالتها المفعمين بحبها والانتماء إليها صل الاجتماعي أطلقت وزارة الصحة اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات وتستمر حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري بجميع محافظات جمهورية وأدتي الحملة في إطار الحرص على رفع المناع المجتمعية لدى الأطفال وحفاظا أيضا على مصر خالية من المرض من خلال خمسة وأربعين ألف فريق طبي بإجمالية تسعين ألف فرد أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنباح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان التطعيمات جاء ذلك خلال إعطاء المحافظ إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك بحضور عدد من مسؤولي منظمة اليونيسيف في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال انطلقت في القاهرة ومحافظات الجمهورية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان والتي تستمر حتى الثلاثين من مارس الجاري الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر الحملة بدأت من اليوم ومستمرة عندنا في القاهرة سيتم تطعيم 1.750.000 طفل في أربع تلاف فرقة متحركة في عندنا 200 مركز صحي ثابت لتلقي التطعيمات التطعيم موجود ومتوفر في الفترات طويلة الولادة بس أولئة الأمور يعني أنهم يعني يسرعوا الأمهات أنها تتقدم فعلا بتطعيم أولادهم الحملة يشارك بها 45 ألف فريق طبية بإجمال 90 ألف فرد مدربين على أعلى مستوى كما يشارك بالحملة فرق الإشراف المركزية في الوزارة والفرق الإشرافية بجميع المدريات والإدارات الصحية النهاردة في حملة تطعيم شراء أطفال من سن يوم لسن خمس سنين طبعا بيبقى الوفيدين علينا ما شاء الله كتير لأنحنا في منطقة سكنية كويسة النهاردة أول يوم في التطعيم وجينا سهل جدا دخلنا وطعمنا وكويسين جدا ومعاملة حلوة جدا هنا فيش أي مشاكل خالص حتى الأطفال كمان أنا يعني حفظتي لما بتتعب أنا باجي هنا للدكاتر يكشفوا عليها وبدوها الدو الحملة لا تقتصر فقط على المراكز الطبية والوحدات الصحية وإنما تجوب المنازل بالمحافظات والقرى والمناطق النائية بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطارات ومواقف الأوتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية شهد محافظ مطروح خالد شعيب انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شراء الأطفال والتي تستمر حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري ويبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة مائة وثين وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين طفلا ويتم تطعيمهم من خلال أربعمائة وعشر فرق طبية وثلاثمائة وخمسين فريقا متحركا وستين فريقا ثابتا نستعدنا في المحافظة المطروح هنا جيدا لعزيل الحملة ممكن دائما تكون عندنا وضعات لعزيل الحملات داخل المحافظة كان استعدادنا من خلال توفيق جميع وسائل النقل تبقى لطلب مدينة الصحب المطروح لتوفيق وسائل النقل لجميع الفرق الطبية سواء السابتة أو متحركة نحن عندنا ما يقل من 40 فريق طبي منهم 60 سابت و350 فريق صحي متحرك كما شهد محافظ برسعيد عادل الغبان انتلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل وطفلة على مدار أربعة أيام بمشاركة 350 فريقا طبيا النهاردة احنا موجود في مدارة الصحة كما نشوف حملة التطعيم بشاركة الأطفال النهاردة احنا مستهدفين في خلال أربعة أيام 110 ألف طفل بيخدمهم أكثر من 301 فريق طبي المتشد في كل عنهاء محافظة برسعيد الحملة زي لكل الأطفال الموجودين على أرض مصر سواء مصريين أو غير مصريين الحملة مجانية طبعا تماما موجودة كل المراكز والواحدات التابعة على هيئة رعاية الصحية 35 مركز واحدة ما بين الأحياء الجنوب والغرب وجوه المزينة بإذن الله موجودين مع حضراتكم لحد الساعة 8 في بعض المراكز موجودين عن طريق الفرق المتنقلة بإذن الله 350 فرق وإن شاء الله نوصل ل 101 ألف ونصف يتعاموا تدشى الأطفال وتزالوا مصر حالية من شاء الأطفال حقيقة مداريات الصحة ووزارة الصحة لأكتر من 518 فريق عمل غير الوحدات السابتة والمنتنقلة أتمنى بإذن الله أننا نحقق المستهدف هو أكتر من نصف مليون في كافة مراكز محافظة كفر الشيخ والأهالي يتوجهوا إحنا أعلننا في خلال الأيام الماضية وحنواصل الإعلان في خلال الأيام الحالية لتحقيق المستهدف حنخبط على كل باب وحنستهدف الأطفال من سن يوم لسن خمس سنوات أنا بناشد كل أهالي كفر الشيخ حفاظا على صحة أطفالهم أنهم يتوجهوا لأي نقطة سابتة يلاقوها جنبهم والنقاط السابتة كتير في كل الوحدات الموجودة في كل المراكز وكل القرى وكذلك يستجيبوا للفرق اللي بتخبط على الباب عشان دين مصلحة أطفالهم من سن يوم لسن خمسة وإن شاء الله نطعم كل المستهدفين بإذن الله نحن النهاردة مندشن الحالة القومية لتطعيم للدشارة للأطفال مع السيد وكيل وزارة الصحة بالده أهلية عدد الأطفال المستهدفين مليون طفل تقريبا نحن عندنا أكثر من 600 أطم متحركة لتطعيم الأطفال على مستوى المحافظة ده بالإضافة إلى جميع الوحدات الصحية اللي بيتقدم التطعيم الحالة بتستمر ثلاثة يام من النهاردة وكمان يومين بعد كده الحماية من ظهور أي حالة لأطفالنا في شر الأطفال لا الحمد لله إحنا بنشتغلش بناء على وجود حالات موجودة لا الحمد لله إحنا بنعمل نوع من أنواع الوقاية في جمهورية مصر العربية للمصريين والأجانب المغتربين على أرض مصر وإن شاء الله ربنا يوفقنا وننتهي من هذه الحملة بخير بإذن الله وانطلقت في محافظة بني سويف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف إن الحملة تقام على مستوى الإدارات الصحية السبع ومائة وخمسة وتسعين مركز تطعيم أطلقت مديرات الصحة في بني سويف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات داخل مراكز ومدن المحافظة من الوسطى شمالا وحتى الفنشن جنوبا تقوم الفرق بالتطعيم في المراكز السبتة ومن منزل لمنزل بإجمالي عدد 1571 فريق العدد المستهدف للأطفال الذين سيتم تطعيمهم تقريبا 575 ألف طفل في هذه المرحلة العمرية عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعيها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق اقراروها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد وكذا أداء درس العصر وخاطرة الترويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم هذا وقد تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان وكذا مد مواعيد إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا على أن يتم إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن كما تمت أيضا الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك مع بداية شهر أبريل المقبل وأما الآن مشاهدين الكرام فمع أخبار الاقتصاد التفاصيل مع الزميلة رغدة أبوليلة إليك رغدة شكرا لكم إلهم ممر وأميمة أمم إلى أخبار المال والعمل محليا وأيضا عالميا أهلا بكم وجهت وزارة الموارد المائية والرأي بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصد وأظهر بيان صادر عن الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وحفاظا على المحصول من التلف أو الفقد بمناطق التنفيذ مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تملك عددا كبيرا من المستخدمين المحتملين بمجال التكنولوجيا المالية يبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع بمصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم جاء ذلك في إنفوغراف نشاره مركز المعلومات يرصد فيه وضع مصر بمجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوضح المركز أن مصر تشهد أيضا زيادة في معادلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت مما يجعلها أكثر الأسواق جذبا بمجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوك من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء والطاقة بالبلدين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بينهما وخلال اللقاء أشار محمد شاكر إلى الربط القائم مع كل من الأردن والليبيا والسودان بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان اختتمت فعاليات ملتقى أسوان الصناعي الأول بأرض المعارض بمدينة أسوان بمشاركة 32 عارضا وشركة أكس الملتقى الجهود اللي جد بالمزيد من المشروعات والفرص الاستثمارية وخاصة بالمجال الصناعي وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لإقامة المصانع بمختلف أنواعها وخطوط إنتاجها وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما طرح الملتقى خطوطا إنتاجية لمجمعات لوجستية صغيرة للتمور ومنتجات المانجو والعصائر ونباتات العطرية فضلا عن معدات وتجهيزات صناعية للأسمدة أن هذا المعرض النوعي الأول من نوعه على مستوى إقليم الصعيد وجمه أسوان هذه المعرض النوعية دائما متواجدة في القاهرة العاصمة النهاردة بنعمل نوع من المحاكاة من جيب جميع المصنعين والمستوردين لمعادات على المساوي الجمهورية بنسر على شباب محافظة أسوان أنه يتعايش مع الواقع يشوف المعادات وخطوط الإنتاج والتكلفة وروض الصيانة ويبدأ يعمل يكون فكرة شغلي هاندي ميد عرجون نخيل طورت منه كان هو عبارة عن طباغة أخره طباغة وكده وأنا طورت منه عملت منه مفارش غكالة بجميع أنواحها وأحجمها وعملت منه أبجرات ومفارش كفرة وتربو وخبت بلكونة برضو أنهت البورسة المصرية تعملت جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جمعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وسجل رأس المال السوقي مستوى 742 مليار جنيه وذلك وصلت تداولات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر EGX30 بنسبة 41% بالماء ليغلق عند مستوى 11545 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 21% بالماء ليغلق عند مستوى 1970 نقطة وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 41% بالماء ليغلق عند مستوى 2979 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي 18.24% جنيها للشراء و18.37% جنيها للبيع يورو وصل إلى 20.4% و20.19% الاسترديني 20.6% و24.24% الدرهم الإماراتي 4.96% و5 الريال السعودي 4.86% و4.89% في أسواق المال الخليجية صعدت الأسهم بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في ختم تعاملات الأسبوع الماضي وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ارتفاعاً بالنسبة 24% كما صعد مؤشر سوق الكويت بنسبة 1.6% أما في البحرين فقد ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.34% قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجار إن نمو منطقة اليورو قد يكون منخفضاً بنسبة 2.3% في 2022 مضيفة أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادية وأشرت لاجار إلى أنه في جميع سيناريوهات من المتوقع أن ينخفض التضخم وأن يستقر عند مساويات قريبة من هدف البنك البالغ 2% في عام 2024 نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى إلهم مروا أميمة تمام إليكم شكراً لك رغدا أبو ليلى على هذا العرض وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم المصرية بشكل خاص مؤكداً أن كل أم في سيناء هي أم مثلية جاء ذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثالية حيث أكد المحافظ أن المرأة هي عماد الأسرة الناجحة داعينا المرأة السينوية إلى ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان المقبل أن كل أم هي أم مثالية كل أم هي أم مثالية البيوت مقفولة على ناس كتير كفاح كبير لبعض الناس أو لكل السيدات وإحنا حتى في الأعداء اللي إحنا عاديم فيها كان مفروض فيه سيدات مدعوات لهذا الحفل ولكنها أيضاً بتؤدي عمل بطولي نحو أبنائها ونحو الزوج لأن أنا بعتبر الأم المثالية اللي بتقف في ظهر زوجها وبتكون معاه في كل المحن دي أم مثالية مشاهدين الكرام جاءنا هذا الخبر حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لسيامة مع اقترب بحلول شهر رمضان المعظم وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية اقتربية عالية الجودة إلى جانب تعظيم قيمة المضافة للخيمات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية وسيدة نيفين جاما وزيرة التجارات والصناعة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة للخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدتي وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة أعلى منافذ البيع وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية وذلك في ظل تدعيات الاقتصادية العالمية مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبعي وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المسلأ لموارد مصر من البترول والغاز الطبعي وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخمات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية وقد عرض المهندس طارق الملة في هذا الإطار مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية فضلا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبعي كما استعرض السيد وزير البترول تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية والتي تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة للسيرادية والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة خاصة مصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت في اليوم فضلاً عن مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور الذي يسعى إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل يومياً عن طريق إضافة خمس وحدات جديدة والتوسع في بعض الوحدات القائمة إلى جانب مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوت الوطنية لتصنيع البترول الذي يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمزوت المنتج من معمى الأسيوت كمادة تغذية لتغطية احتياجات الصعيد بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكسافة MDF بمحافظة البحيرة والذي يهدف إلى إنتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع الأمر الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث الذي كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الساعة السادسة والآن نستعرض معاً أهم العنوين الرئيس السيسي يوجه بالتنصيق بين الجهات المختلفة لضمان توافر الصلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها مدبولي يؤكد دعم الحكومة لقطاع السياحة في مواجهة الأحداث العالمية الراهنة وتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أكراً يتقول إن الجيش الروسي يحاول تطبيق قواتها شرق البلاد وتحذر من محاولات لتقسيم البلاد إذن انتهت نشرة السادسة شكراً للمتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة